مشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بكم في برنامجنا المعطيات حوار مع طبيب في تكملة سلسات حلقاتنا مع دكتور شريف الشافعي أخصائي أمراض البطن والغضة الصماء والسكر هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة خالص هي عن الغضة الدرقية هنعرف الغضة الدرقية وكل مفاهمها أولاً أهميتها ثانياً الأثار الجانبية اللي بتيلي عن طريق الغضة الدرقية إذا كانت نشطة أو كسولة فموضوعنا الكبير ده حيكلمنا فيه النهاردة دكتور شريف أهلاً بحاجة دوستور شريف معنا في برنامج وشرفتونا إن شاء الله دكتور شريف لو تكلمنا عن الغضة الدرقية كعرض مش مرض عايزين نعرف فايدة الغضة الدرقية إيه في جسم الإنسان مكانها فين وإيه الفواد بتاعتها وإيه الأضرار وإيه تعبها بيجي إزاي أو كل ده حضرتك هتكلمنا معي أو نتقش مع حضرتك فيه في البرنامج هتقوليني إيه عن الغضة الدرقية؟ تمام الغضة الدرقية من الغضة ده المهمة جداً جداً في جسم الإنسان لها علاقة مباشرة بمعدل الحرق بتاع الجسم وليها علاقة مباشرة بأجهزة الجسم المختلفة يعني الخلل فيها يأثر على الجسم بشكل كبير في أوجه مختلفة هي من الغضة المهمة موجودة في مقدمة الرقبة لما بيحصل فيها أي خلل شكلها بيتغير غالباً بناء عليه إما المريض بيجي لنا بأعراض فرط نشاط أو كسل أو بيجي لنا بورم في مقدمة الرقبة بيبقى هو مستغرب بناء عليه بينقيم الحالة ونكتشف إذا كان فيه كسور أو خلل أو ورم بناء على بعض الفحوصات اللي بناعملها ساعتنا هي غضة من الغضة ده المهمة جداً بتأثر على الجسم ككل في بعض السيدات بتجي لنا عندهم مشاكل في الحمل تأخر الحمل بيبقى ليعلاقها بالغضة الدراقية أي خلل في الغضة بيأثر على الجسم ككل هنقوله باستفادة لما نعرف الكسل والنشاط وكده يعني إن شاء الله طب إمتى بنقول بقى فيه كسور في الغضة الدراقية كسور في الغضة الدراقية بيبقى بعض الأعراض بيبقى يعني الغضة ما بتفرزش كمية هرمون مناسب للجسم فبيحصل أعراض اللي هي أعراض كسور الغضة الدراقية اللي بنوعاً عليها بنشك في المرض يعني أهم الأعراض بتاع كسور الغضة الدراقية زيادة الوزن غير المبررة الوزن بيزيد بطريقة يعني المريض شهيته مش زايدة ووزنه بيزيد دي بتبقى حاجة أساسية شعور بالنعاس الشديد بمساك مزمن سقوط شعر بشكل بكميات كبيرة كسل عند السيدات تنميل وألام عضلية شديدة نوم اضطرابات في الدورة الشهرية غالباً بيبقى أكتر في الستات جداً الغضة الدراقية مرض ليه علاقة بالستات دايماً سبع ستات لراجل واحد وبرضو في التاريخ كده أم كلسوم من أشهر مرضة لغضة الدراقية المغنية المعروفة أم كلسوم كان عندها مشاكل في الغضة الدراقية طبعاً بنشخصها زي كسور الغضة الدراقية غالباً المريضة بتجدنا لأول مرة لدكتور غضة لأنها بتلاحظ فيه ورن في رعبتها أو بعض الأعراض دلوقتي موضوع الإنترنت برضو بيزود الوعية بتاع الناس بتجدنا بنائنا عليه بنعمل فحوصات معملية للهرمون الغضة الدراقية TSH و Free T3 و Free T4 وبنعمل معايا غالباً بعد الفحص الكلينيكي ممكن نطلب أشعة على الغضة الدراقية عشان الأشعة بتبين لنا معدل للتهاب قد إيه هل في نطقات هل في أكياس على الغضة الدراقية كل حاجة ليها تعامل معاياً بناء على صورة الأشعة بعد الفحص وكده بنبدأ نوصف علاج غالباً العلاج ناجح في أغلب الحالات وإذا كان حتى فيه أعراض لتأخر إنجاب أو زيادة وزن غير ملحوظة أو كسل كتير أو نوم كتير غالباً بتتحسن جداً جداً على العلاج ده بالنسبة لكسور الغضة الدراقية طيب لو أنت مقفرت نشاطها بقى اللي هي الغضة النشاطة دي أعراضها إيه وأسبابها وأثارها جانبية إيه؟ فارط نشاط الغضة الدراقية برضو بيبقى أسبابها غالباً إما بقرة نشطة في الغضة الدراقية أو فارط نشاط عام مرض اسمه غالباً فارط نشاط الغضة الدراقية بيبقى مصحوب بسرعة شديدة في ضربات القلب وخسسان سريع جداً وفقد وزن بطريقة سريعة جداً 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 يوقف قدام بتجاز أو يوقف في مكان حر غالباً بيبقى عصبي جداً 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 عصبية زايدة ورعشة الإدين وسرعة دربات القلب يعني الدكتور أسفل مقاطعة عايزين نفهمها بالمفهوم الواضح قوي هنقول مثلاً عنده طاقة كبيرة جداً أكتر من طاقة كبيرة جداً يعني عصبي لدرجة غير مسيطر عليها وبيخس جداً ووصولها ضربات القلب ما بينامش كتير عكس الغضة التانية وبيفقد وزن بطريقة سريعة جداً يعني مريض الغضة الدراقية أغلب المرضى اللي يقولي هنا تشكل أول أن عندهم سكر عملوا كل الفحوصات بعيدة عن الغضة وفي الآخر منك تشوفهم في الآخر لأنه بيدور على كل الأسباب التانية وما بيشكش في الغضة حانس أيها زي مثلاً التأخر الإنجار زي حداك ما ذكرت بيبقى الغضة لها سبب رئيسي واساسي طبعاً في الكسور ونستبعد الموضوع ده خالص ونبدأ ندخل في متاهات تانية كتير وهو بيبقى سبب رئيسي الغضة الدراقية فعلاً وفارط النشاط بلده من الحاجات المهمة جداً 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 بيجي لنا محاول من دكتور القلب بلده سوقات كتير لأنه بيبقى عنده سرعة ضربات القلب غير منتظمة بتدخله في مشاكل على مستوى القلب يعني ممكن يتشخص عن طريق دكتور القلب ويروح لأول دكتور القلب بسرعة ضربات غير مبررة لما بيبحث بيلاقي المشكلة في الغضة الدراقية بيحاوله لدكتور الغضة غالباً طب في حاجة مهمة دكتور عايزة استفسار من الحركة عنها الغضة الدراقية ولاقتها بالسنة بمريض السنة الغضة الدراقية لها علاقة أساسية فرط النشاط لو زيادة النشاط لازم المريض بيفقد وزن بطريقة سريعة جداً جداً لأن معدل الحرق والأيد بيبقى عنده عالي جداً 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 بعكس كسور الغضة والكسل بتاع الغضة بيبقى مصحوب دايماً بزيادة وزن غير مبررة بطريقة كبيرة جداً 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 وهي ده الشكوى الأساسية أنا بعمل ضايت وماشي على الضايت ومع ذلك ما فيش نزول في الجسم خالص ويستبعد تماماً إنه ممكن يبقى فيه كسور في الغضة الدراقية وأغلبهم برضو في دكاترة التغذية والضايت بيحاولون برضو أغلب المرضى لأنه هو بيبحث بعد ما المريض بيروح له بنحافع أو بسمنا زي ده بالبحث في الأسباب غالباً ساعات كتير بيكتشف الغضة الدراقية كسبب رئيسي لمشكلة النحافع أو السمنة زي ده طيب هنتنقل من الغضة الدراقية من كسورها وفرطها فرط نشاطها لحاجة تانية خالص اللي هي أورام الغضة الدراقية وده اللي يهمني في الموضوع عمتاً عايزين نعرف المشاهد دلوقتي معانا أورام الغضة الدراقية الغضة الدراقية غالباً كل الترابطها بتبقى تدخم في الحجم مصحوب بكسور أو نطوئات وأكياس على الفصين مصحوبها بكسور نشاط أو زيادة نشاط ودي حاجات حميدة الحمد لله غالباً لا قدر الله مع طول المسافة في بعض الأمراض بتبقى منعية مع طول فترة الإصابة بالمرض وعدم تشخيصه بدري ومتابعته الجيدة غالباً بيقلب لأورام إحنا غالباً غير حميدة عندنا زي دليل لمتابعة الغضة الدراقية لما بيجينا العين من الأول بناء على تحليله وسورة الأشعة بيرفع عامل الشكة عندنا يخلينا نسحب عينة من الغضة الدراقية اللي بناء عليه بنحكم هل ده ورم حميد أو التهاب أو لقدر الله ورم خبيث غالباً المتابعة الجيدة وسرعة الاستجابة بيبقى إن شاء الله بيتم التحكم في أغلب الأورام إذا كان حميدة أو التهابات مزمنة أو لقدر الله ورم خبيثة بالاستقصال الجراحي بس كل ما بنبقى التشخيص بدري والمتابعة كويسة غالباً الحالة بتتلاحق وبتتطور بشكل جيد جداً يعني يعني الأورام بتبدأ في أي مريض غضة بأورام حميدة طبعاً أورام حميدة بنسبة كبيرة جداً مع المتابعة بقى والعلاج والتشخيص بيبدأ الورم ده يخفي وانتهي تماماً أما لو أهملنا فلقدر الله ممكن يتطور ويبقى ورم خبيث طبعاً طبعاً احنا قلنا الأورام بتتطور إزاي من ورم عادي لورم خبيث مع المريض لو ما تلحشي أو ما تبعشي طبعاً لو تكلمنا عن غضة دراقية عامة كعلاج لها هي أساساً هل العلاج الدوائي ولا بتبقى دايماً بنلجأ للجراحي أو إمتى بنلجأ للجراحي ده لو كان فيه جراحي أصلاً أو أهيوم ما يفضل العلاج الدوائي الأول ولا الجراحي مع حضرتك لما المريض بيجي وبتشخص الحالة غالباً معظم الحالات المستقرة اللي ما فيهاش أي مضعفات بنبدأ على العلاج الدوائي والمتابعة المستمرة بشكل شهري إذا كان الحالة جديدة معنا يعني بعد فترة بنبدأ المتابعة تبقى على مسافات أبعد والمتابعة بالأشعة والتحاليل بشكل منتظم بناء عليه بناخد قرار الجراحة لو حصل حاجة من ثلاثة يعني حجم الغده كبر لحجم كبير جداً بقى مشوه منظر رقبة المريض أو لقدر الله إحنا حاسين إن هي بتتحور من حميد إلى خبيث أو شخصنا خبيث في الأول أو ثلاثة حاجة إن إحنا في مشكلة حادة موجودة دلوقتي لازم استقصال الغده علشان طب دكتور حنسمع من حضرتك بعد الفاصل بقي معلوماتنا عن الغده الدراقية في المهم حالاً دلوقتي مشاهدين الكرام فاصل ونوم الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور شريف الشافعي أخصائي أمراض البطنة والغده السماء والسكر في بقي حادثنا عن الغده الدراقية كنا قبل ما نطلع فاصل لدكتور شريف بنتكلم عن العلاج طب العلاج في رأي حضرتك هتقسمهن إزاي وإمتى بنلجأ لده وإمتى بنلجأ لده غالباً العلاج الدوايق بيبقى مهم جداً كبداية وبنستمر عليه مع المتابعة الجيدة للمريض غالباً الحمد لله المريض بيتحسن بشكل هو بيحسه بشكل كبير جداً 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 أهم حاجة نحن في علاج القصور الغده الدراقية غالباً بنعالجه بهرمونات لمساعدة الغده لأن القصور يعني الغده ما بتفرزش هرمون بالكمية الكافية للجسم فإحنا بندي الهرمون ده من الخارج عشان يساعد الغده إنها تشتغل بمعدل المزبوط بتاعها بيبقى غالباً عن طريق اللقراس وبيبقى معي أدوية مختلفة على حسب كل حالة على حدة وعلى حسب المضاعفات بتاع كل حالة وصلنا لفين بعض الحالات بيبقى معها ناقص فيتامين دي بعض الحالات بيبقى معها ناقص كالسيم بعض الحالات بيبقى معها أنيميا على حسب الحالة معها إيه بيبقى الأدوية المختلفة إحنا بننصح مريض كسور الغده الدراقية إنه هياخد دواية باستمرار ما يبطلوش لأي سبب ياخده كل يوم في نفس المعاد الصبح دايماً ويتابع مع الدكتور المعالج بتاعه بشكل منتظم عشان بداه إحنا بنتلافع المضاعفات الممكن تحصله على المدى الطويل إذا كان تحور لقدر الله لو هو عنده ورم أو تطور الحالة لو هو مش مسيطر عليها لأن الكسل لو ما تلاحقش بيوصل في الآخر لكسل شديد وغالباً بناخد قرارنا بالعلاج الجراحي اللي إحنا ما بنحبش نلجأ له إلا كآخر حل طيب العلاج الجراحي يا دكتور لو لجأنا له في آخر مرحلة طبعاً إحنا بنقليه آخر مرحلة الجراحة اللي حضرتك بتفضلها واللي بتطامن المشاهد معنا دلوقتي والمفضلة حالياً في الآية يعني الجديد في الجراحة بالمنظر ولا جراحة عادية تقليدية غالباً ومشاء الله الجراحين المصريين أثبتوا كفاءة شديدة جداً 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 في المجال دلوقتي الجرحة بقى العيان بيخرج تاني يوم والجرحة تجميلي ما بيبنش شكله خالص وغالباً الجراحين بتطعنا ما شاء الله يعني أنا بتابع حالات كتير جداً جداً بعد الجراحة طبعاً لأنه بعد الجراحة المريض بيتاني ياخد دول غدة كهرمون تعويدي لأنه بيبقى شالها فلازم ياخد هرمون تعويدي بعد الجراحة غالباً معظم الحالات بيبقى مسيطر عليها وبتبقى حالتهم كويسة جداً 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 ونادراً جداً لما بقى يحصل مضاعفاته طب دكتور شريف حضرتك كلمتنا عن علاج فرط النشاط احنا عايزين نتكلم بقى عن علاج كسور الغدة الدركية حضرك هتقولين ايه؟ علاج الكسور احنا اتكلمنا فيه قلنا انه هو دايماً بيبقى بهرمونات تعوضية حتى بعد اخذ القرار باستقصال الغدة بلده بنستمر على المتابعة واخذ الهرمونات التعوضية لان احنا بنبقى شلنا الغدة بالنسبة لفرط النشاط اللي هو بيبقى معايا مضاعفات شديدة زي سرعة ضربات القلب اللي هي ممكن تأثر على حياة المريض لانها بتوصل لمستويات عالية جدا او فقد الوزن او الاسهال المزمن او تسقط الشعر او الرعشة المستمرة او عدم النرفازة الشديدة وقلة النهم والكلام ده كله غالباً بيتسيطر عليه بالعلاج الدوائي عن طريق ادوية معينة على حسب حالة المريض وغالباً بنسيطر عليه وبيبقى المريض كويس جداً 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 او خدنا قرار ان احنا نشيل الجراحة لازم بنسيطر نشيلها بالجراحة في حالة زيادة النشاط بيبقى غالباً لازم نسيطر عليه بالعلاج الدوائي قبل ما يدخل الجراحة لان هو بيبقى متأثر بشكل عام عنده قرق شديد عنده رعشة مستمرة عنده زيادة سريعة جداً في ضربات القلب اللي هو بنتحكم فيه بالدواء بندي علاج دوائي لفرط النشاط وندي علاج دوائي للأعراض المصاحة اذا كان سرعة ضربات قلب اذا كان اسهال اذا كان حالة اعياء عام اذا كان قرق كل ده بنحاول نضبطه بالأدوية لحد ما المريض يعمل تحاليل ويتابع ويوصل لمرحلة الأمان اللي احنا نبقى متمنين عليه ان مش هيحصل له مضعفات شديدة جداً 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 من الحالة اللي هو فيها اذا كان فرط نشاط او كسور في القضة الدركية يهمنا جداً المتابعة بالنسبة للمريض بشكل منتظم احنا للأسف بده اغلب المرضى في اول التشخيص بيبقوا مهتمين جداً ويوصلوا للتشخيص بتاعهم وللحالة وللأسف بيبدأوا يكسلوا في موضوع المتابعة لكن احنا بندق جرس انذار في الحلقات دي بنوعي الناس بنقول لهم مريض الغدة الدركية مريض مزمن زي مريض الضغط والسكر يهمنا جداً جداً ان هو يتابع على منصفات منتظمة على الأقل كل شهرين لتلات شهور بحد أقصى بنعمل أشعة كل ستة شهور او كل سنة عشان نرقب تطور الحالة هل حصل نتوءات جديدة هل الغدة حجمها كبر هل لقدر الله حصل أورام هل حصل تطور في الحالة في نتوءات جديدة في مشاكل بناء على صورة الأشعة ومقارنتها بالأشعة السابقة مع التحليل المنتظمة الدورية لهرمون الغدة بنقدر نوصل هل الحالة بتتطور للأحسن للأسوأ نعدل الأدوية نزود الجرعات المريض للأسف لو ما عملش دوم مع الوقت بيحصل له مضاعفات على مستوى كبير جدا 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 لو أهمل في العلاج وللأسف بيجي لنا مرضى كتير جدا اللي بيهمل في العلاج بيجي لنا ويرجع تاني ينتظم وهكذا بس احنا نصحتنا لكل مرضى الغدة الدراقية يا جماعة ده مرض مزمن ومهم جدا 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 وغدة مهمة وتؤثر على أجهزة الجسم المختلفة والإهمال في علاجها بيوصلنا لطريق صعبة جدا جدا بننصح الناس نقولهم تاني ونهتم بالمتابعة الدورية مع الطبيب المتخصص إن شاء الله نقدر نسيطر على أي حالة ونوصل لبر الأمان إن شاء الله طيب دكتور شريف هنتطرق لحاجة في خلال الموضوع بس حاجة مهمة جدا اللي هي الأغذية بتاعتنا يومنا العادي نوع الغذاء اللي احنا بنتناوله طول اليوم سواء غذاء عادي أو تكاويه مع الغدة الدراقية حضرتك بتتكلم في النقطة تحديدا معنا هتقول لنا إيه عن الغذاء وعلاقته بالغدة الدراقية الغدة الدراقية بتيجي في المناطق اللي هي غير سحلية لأن اليود في المناطق السحلية بيقي الناس من موضوع نقص إفراز الغدة الدراقية اللي هو بيبقى كتير جدا جدا في مناطق الدلتة والوادي النيل غالبا المناطق السحلية زي اسكندرية بروسعيد اسمهالية دايما الأماكن دي بيبقى مرض الغدة الدراقية فيها مش كتير زي المناطق الدلتة فبننصح الناس دايما بأكل المأكلات البحرية اللي فيها نسبة يود عالية بس الأسماك البحرية والمأكلات البحرية بصفة عامة دي حاجة كويسة جدا لأن محتوى من اليود كويس والجسم بيبقى محتاج كميات عالية من اليود صحة الغدة الدراقية تالت حاجة استهلاك كميات عالية من الخضار ده حاجة كويسة جدا جدا وده مفيد للصحة العامة النشاط الرياضي ده حاجة من الحاجات الجميلة جدا 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 واللي احنا لازم نهتم بها الغدة الدراقية مع الست الحامل احنا متكلمناش عليها وده برضو حتة مهمة جدا هل ممكن مريضة الغدة الدراقية اللي هي ماشي على علاج للغدة سواء كسور او فرط نشاط تحمل وتولد اه ممكن غالبا مريضة الغدة الدراقية سواء زيادة افراز او كسور في الغدة الدراقية بتحمل وتاخد ادوية اثناء الحمل في ادوية مسموح بها اثناء الحمل وتوضع بالسلامة الحمد لله وتبقى صحتها جيدة هي وجنينها وتتم حاملها بكل سلامة وما فيش اي مشاكل منها لان الغدة الدراقية من الغدة الاساسية ويمكن السيطرة عليها وفي ادوية مع تطور الطب اللي احنا فيه بقى في ادوية مسموحة اثناء فترة الحمل طيب عايزين من حضرتك نصائح عامة بقى لاي انسان دلوقتي بيشوفنا ان هو ما يحصلوش موضوع الغدة الدراقية ده او ما يتطرقش ليه في يوم من الايام سواء بقى نشطة او كسولة او اي حاجة المهم اعراض الغدة الدراقية بكل مفاهمها عايزين نصاح من حضرتك دلوقتي حالا لأي مشاهد اهتم جدا جدا لو حصل اي ورم او اي كتل فرقابتك لازم تعرض نفسك على دكتور غدد متخصص رقم اثنين لو حصل عندك اي مشاكل في على مستوى نقص الوزن او زياد الوزن غير المبرر لازم بلدو تعرض نفسك على دكتور متخصص رقم ثلاثة لو عندك مشاكل في النبض سرعة الدربات او نقص الدربات تعرض نفسك على دكتور متخصص بناء عليه هيقول ده ليه علاقة بالغدة الدراقية او لا رابع حاجة اسهال او امساج بصورة مبالغة فيها لازم تعرض نفسك على دكتور متخصص بالنسبة للسيدات تأخر الانجاب تساقط الشعر الهمدان الغير مبرر النوم الكتير او القرق الحرق كتير او الساعة اترابط الدورة الشهرية واغلب دكترة الناس يلاحظوا علاقتها المباشرة بالغدة الدراقية الغدة الدراقية كانت غير مشخصة بالقدر الكافي بدعنا نقابل حالات كتير وتتشخص كتير جدا 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 مع تطور اساليب التشخيص والعلاج والمعامل والمراكز الاشعة صراحة بقى فيه زيادة جدا في التشخيص ومبقاش مرض مهمل زي الاول بل احنا بقى فيه جامعية مصرية للغدة الدراقية وجامعية بتنعقد بشكل دولي وحاجة جميلة جدا جدا ودي من الجامعيات الهدفة والعلمية واللي احنا بنتعلم منها خلال الانعاقات بشكل منتظم وبنقول للناس مرض الغدة الدراقية مرض او موجود ومرض سهل السيطرة عليه بالمتابعة الجيدة والكشف مع طبيب متخصص والمتابعة الجيدة معي ان شاء الله نبصل لبلد الامان وما فيش اي مشاكل منها دكتور شريف على الحلقة الجميلة ديت بنشكر حضرك جدا وان شاء الله في حلقاتنا القادمة نقدم كل ما هو جديد للمشاهد في كل مكان بنشكر حضرتك للمرة تانية يا دكتور المشاهدين الكرام الى اللقاء مع دكتور شريف في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب في معلومات طبية جميلة وجديدة كل ما هو جديد في عالم الطب في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر